اشتركوا في القناة من دوشا يقول ما فائدة الزائدة الدودية من الشائع عن الزائدة الدودية بأنها ليست ذات فائدة وأن عملية إزالتها لا تتبعها أية آثار جانبية إلا أن هذه المعلومات غير صحيحة كليا فالزائدة الدودية تحفظ بداخلها البكتيريا النافعة كما أنها تفرز جلوبولينات منعية وبالتالي تتشارك مع جهاز المناعة في وظيفة حماية الجسم من أية أجسام غريبة وقد أثبت العلم مؤخرا بأن من تعرض لعملية إزالة الزائدة الدودية هم أكثر عرضة أربعة مرات بإصابات الإسهال والتهاب القولون الغشائي ولكن بالطبع هناك حالات طارئة يجب أن يتم فيها إزالة الزائدة الدودية من الجسم نهائيا كالتهاب الزائدة تماما والذي يصعب علاجه أو ملاحظة عراضه أو كإصابة الزائدة بورم أو سرطان سؤال من عبد الرحمن شايف ما هو أصغر حيوان في العالم؟ هناك العديد من الحيوانات اللافقرية التي غالبا لا ترى بالعين المجرد أما إذا تحدثنا عن أصغر حيوان فقري تم اكتشافه حتى الآن فهو هذا الضفدع الصغير والذي يدعى باللاتينية بايدوفرين عميونسيسيس يبلغ طول هذا الضفدع 7.7 ميلي متر وتم اكتشافه عام 2010 بأدغال غينيا الجنوبية وهو يحطم بهذا الحجم رقما قياسيا كانت قد احتلته من قبل سمكة آسيوية يبلغ طولها 7.9 ميلي متر سؤال من ريم طاها يقول لماذا نسمع أحيانا صوت صفير في الأذن؟ صفير الأذن أو ما يعرف بطنين الأذن ليس مرضا كما يعتقد أغلب الناس بل هو عارض ينتج عن التهاب الأذن أو تركم شمع الأذن لكن السبب الأكثر شيوعا للطنين هو فقدان السمع الجزئي والذي يحدث نتيجة للشيخوخة أو تناول بعض الأدوية أو الاستماع إلى ترددات عالية من الصوت لوقت طويل يمكن أن نشعر بالطنين في أحد الأذنين أو كليهما ولكنه أحيانا يحدث في الرأس أيضا عادة ما يشبه الهمس ولكنه يتطور في بعض الحالات ليصبح صفيرا حادا أو صراخا أو رنينا ودائما ما يصاحب الطنين فقدان في السمع وذلك لعدم قدرة من يعاني منه على تمييز الأصوات الخارجية على النحو الصحيح ولذا فأحيانا كثيرة يجد هؤلاء الأشخاص صعوبة في تحديد الأصوات الحقيقية من الأصوات الوهمية أيضا يمكن أن يكون الطنين متباعدا ويمكن أن يكون مستمرا ولذلك فقد يصبح من يعاني منه متعبا جدا وغير قدرا على الإنتاج أو العمل وهو ما يوصله في أحيان كثيرة للإكتئاب وينصح من يعانون من طنين الأذن في مراحله الأولى بالوقاية عن طريق وضع سدادات الأذن فحتى وإن كنتم محاطين بالضوضاء في عملكم أو منازلكم حاولوا دائما أن تضعوها للحد من تفاقم هذا الطنين فيما بعد سؤال من محمد عدنان يقول ماذا يحدث في الجسم عندما تعطص؟ أولا يحدث العطاص للتخلص من المواد التي تهيج الأنف حيث تستجيب النهايات العصبية الموجودة بالأنف لتلك المواد المهيجة مما يسير العطاص وهي عملية تحدث بشكل غير إراضي فلا يمكن للمرء التحكم بها بل تحصل نتيجة لأنواع شتى من المهيجات كالغبار وذلك لطرد السائل المخاطي المتجمع داخل تجويف الأنف وعندما يعطص المرء تنطلق من فمه حوالي 100 ألف جرثومة بسرعة 100 ميل في الساعة وبما أن العطسة تنطلق بهذه السرعة فهي تحتاج إلى طاقة كبيرة لإخراجها مما يؤدي إلى توقف جميع وظائف الجسم عن العمل بما فيها القلب وذلك خلال أجزاء من الثانية نظرا لأن خلال هذه العملية يشارك فيها كل من الدماغ وأجزاء من الجهاز التنفسي العلوي والسفلي والعين وعضلات القفص الصدري والحجاب الحاجز وغيرها من أجزاء الجسم فإن لمنع العطاص مخاطر وخيم على صحة الإنسان فقد أكدت تقارير طبية حديثة أن أي شخص يحاول منع العطاص لعدة مرات يمكن أن يوصل بشلل نصفي وأيضا منع العطاص يؤدي إلى ارتداد الدم في الرقبة أو الرأس ومن ثم قد يؤدي أحيانا إلى الوفاة سؤال من عبدالله عبدالي يقول لماذا يأتنا الصداع؟ هناك عدة أنواع من الصداع كالصداع النصفي وصداع منطقة العينين وصداع عدم التوازن والصداع النفسي والصداع النابد فيما يخص الصداع النصفي يتميز هذا النوع باستمراره لمدة طويلة نسبيا قد يصل حتى 72 ساعة وهو عبارة عن ألم نابض يتركز في أحد جانبي الرأس ويتعظم عند ممارسة النشاط الجسماني ويصحبه أحيانا غثايان وتقيؤ وتحسس من الضوء والضوضاء وللأسف ما زالت أسباب الصداع النصفي غير معروفة بدقة لكن هناك عوامل وظروف تساهم في إثارة هذه الأسباب مثل الارتفاعات الشاهقة والإرهاق والجوع والأزمات النفسية بالنسبة لصداع منطقة العينين فدائما ما يصاحبه العدم أو اضطراب في الرؤية ويكون نتيجة لبذل مجهود كبير ولكنه من أخطر أنواع آلام الرأس ويجب زيارة الطبيب عند تكرار التعرض لهذا النوع من الصداع فيما يخص صداع عدم التوازن فدائما ما يشعر المصاب به بآلام في أعلى الرأس وثقل في الجسم بأكمله وربما يصاحبه آلام في العضلات ويكون نتيجة التوتر والقلق الشديد بالنسبة للصداع النفسي فيكون الآلام في مؤخرة الرأس والجزء العلوي من الرقب ويحدث هذا النوع نتيجة الاكتئاب ويكون علاجه بالأدوية المناسبة والمهدئات العصبية التي يصفها الطبيب أما الصداع النابض ففي معلم الأحيان يعاني المصاب به صباحا عقب الاستيقاظ من النوم ودائما ما يشتد النبض ليصبح مزعجا جدا للمصاب أحيانا يصاحبه الخفاظ في درجة الحرارة ومن مسببات هذا النوع من الصداع الكافيين والكحول سؤال آخر من أحد متابعين الأوفياء أحمد الأحمد يقول لدي سؤال عندما أكون نائما أستيقظ فجأة ولكني لا أستطيع التحرك ولا الصراخ ما هذا؟ عدم القدرة على الحركة أثناء النوم أو عند الاستيقاظ تسمى بشلل النوم أو الجاثوم والذي قد يحدث نتيجة للقلق أو انقطاع النفس أثناء النوم أو تناول المهدئات ولكنه يمكن أن يأتي أيضا نتيجة لعدم انتظام موعاد النوم ويصيب الجاثوم عضلات الجسم بأكملها ويمنع الشخص من الحركة أو الكلام يمكن أيضا أن يعاني المصاب به من هلواسة سمعية أو بصرية فيسمع أو يرى ما ليس واقعا ولكنه يشعر به ويعيشه كما لو حدث بالفعل كما يندر حدوث شلل النوم لدى البعض ويكسر لدى البعض الآخر فهناك من اختبره مرة وحدة فقط خلال حياته بأكملها وهناك من يتكرر حدوثه معه في الليلة الواحدة لأكثر من مرة بعثت لنا أميرة الهدوء بهذا السؤال لماذا في كف اليد توجد خطوط؟ لخطوط اليد أهمية كبيرة في معرفة مدى صحة جسم الإنسان وربما تختلف طريقة التعبير عن مسميات هذه الخطوط من ثقافة لأخرى ولكن عالميا يوجد ثلاث خطوط رئيسية في الكف الواحد وهي خط الحياة هو الخط الذي يبدأ من الجهة اليسرى لكف اليد اليسرى ومن الجهة اليمنى لكف اليد اليمنى ويستمر وصولا لنهاية الكف وطول هذا الخط لا يدل على طول عمر الشخص كما يظن البعض وإنما يدل على جودة حياته بشكل عام خط الرأس هو خط وفقي يبدأ تقريبا من نفس مكان بدء خط الحياة ويدل على المواهب والإبداع والقدرة العقلية للشخص خط القلب خط وفقي يبدأ عموما من أسفل أصبع الوسطى وينتهي من الجهة اليمنى لليد اليسرى ومن الجهة اليسرى لليد اليمنى ويرمز إلى صحة القلب والعاطفة قد تصل خطوط كف اليد الوحدة إلى سبعة خطوط وقد يمتلك بعض الأفراد فقط ثلاث خطوط رئيسية فليس هناك أي قلق من هذه الناحية ما يهم هو كيف تبدو هذه الخطوط سؤال من سيرياك كود مماذا صنع المنديل والورق توجد أنواع مختلفة من المناديل فهناك المناديل الحريرية وهناك التي تصنع من الدانطيل وهناك المناديل القطنية ولكن إذا كنت تقصد المناديل الورقية فتتم صناعتها من الورق والورق بدوره يصنع من ألياف السيليلوز التي توجد في جماع جدران الخلايا النباتية كما يدخل الخشب كمصدر رئيسي في عملية صناعة الورق وقديما كان الورق يصنع يدويا وحتى الآن هناك من يعتمد على الورق اليدوي الصنع ولكن نظرا لكثرة استخدامه وتطور الآلات الحديثة فيتم الآن صناعة الورق داخل آلات أسطوانية الشكل والتي تستمر في الدوران حتى تتمازج الألياف والخشب ببعضهم البعض بعد ذلك تأتي مرحلة الترثيب باستخدام مادة لاصيقة مما يجعل الألياف تتمدد أكثر وبالتالي يصبح الورق أخف وأرق وأطول وما أن تنتهي هذه المرحلة والتي يخرج منها الورق على هيئة لفافات كبيرة جدا يصل وزن الوحدة منها طنين تقريبا حتى يتم بعدها التحضر إلى مرحلة تحويل هذا الورق إلى المناديل الورقية والتي يتم فيها أولا مروره بآلة أخرى أسطوانية يتعرض فيها إلى أجواء محددة من الرطوبة كما يتم في هذه المرحلة تحويل اللفافة الوحدة إلى تسع لفافات أسطوانية أيضا ولكن أقل حجما ثم أخيرا تمر هذه اللفافات بآلة أخرى لتقطيعها لكي تصل إلى الشكل الذي نراها عليه سألنا شيبل من ذاك الأسد قائلا أرجو توضيح مثلث برمودة وكيف أحدث الثقب الأسود ونتائجه وكذا أكيد فهمتني أولا مثلث برمودة أو مثلث الشيطان يقع هذا المسلث في المحيط الأطلسي بين منطقة برمودة وبرتوريكو وفلوريدا اشتهرت هذه المنطقة باختفاءات السفن والطائرات المفاجئة كما نشرت العديد من المقالات والأبحاث حول مدى خطورة هذه المنطقة لكن أي منها لم يثبت صحة ما يعتقده الكثير من الأشخاص أو ما اعتدنا نحن مشاهدته في التلفاز أما عن حالات الاختفاء المذكورة فتؤكد إحصائية خفر السواحل بأن الأمر لا يتعدى النسبة الطبيعية لحالات الاختفاء في مثل هذه الأماكن ثانيا الثقب الأسود في الحقيقة ليس هناك ثقب أسود وحد في الكون بل هم كثر وتعتبر المنطقة التي يتواجد فيها ثقب أسود ذات كثافة مهبلة قد تفوق مليون كتلة شمسية كما أن الجاذبية في منطقة الثقب الأسود شديدة لدرجة عدم استطاعة الضوء الإفلات منها إذن كيف يحدث الثقب الأسود؟ ينشأ هذا الثقب نتيجة انفجار أحد النجوم الكبيرة فعندما ينتهي عمر الكوكب وينهار يتحول النجم من صحابة كبيرة إلى تجمع صغير جدا ثم يبدأ هذا التجمع المركز الكثافة بجذب كل ما حوله من جسيمات أو أي مواد أخرى وكلما يجذب إليه المزيد كلما يكتسب الثقب الأسود سرعة عالية وترتفع درجة حرارته أيضا نستطيع الآن بفضل تلك التليسكوبات الكبيرة العملاقة رؤية الدوامات التي تخبرنا عن مكان وجود الثقوب السوداء كما كطرت مؤخرا للنظريات حول مستقبل الكرة الأرضية والجنس البشري إذا حدث واقتربت الأرض من أي من تلك الثقوب السوداء ولكن لا أظن أنه يتعين علينا الخوف من أي منها فحتى الآن لم يجد الفلاكيون أي ثقب أسود بالقرب من المجموعة الشمسية وبذلك فنحن في أمان حتى الآن السؤال الأخير من آسيت قحطان يقول من هم الناس المستنسخون وكيف تم استنساخهم بالرغم من كثرة الأقاول حول الاستنساخ وما إذا بالفعل هناك مستنسخون أم لا إلا أننا لا نعلم بعد حقيقة هذا الأمر هناك بعض الدول كالهندي وأستراليا تمنع عمل الأبحاث عنه تماما ويعاقب كل من يأخرق هذا القانون بينما سمحت كل من الصين واليابان وبريطانيا بإجراء الأبحاث حول إمكانية نجاح هذه العملية بالدعاء أنها لغرض العلم وقد أعلنت شركة بويا لايف بالصين في أواخر عام 2015 أنها توصلت إلى طريقة جديدة للاستنساخ استطعت بها استنساخ مجموعة من الأبقار وكلبين وحصانا وأضف مدير الشركة أنه بمجرد أن يتقبل المجتمع فكرة الاستنساخ البشري فسيكونون هم أول من يفعله أما في كوريا الجنوبية فقد أعلنت شركة الصوعم عام 2005 أنها تمكنت من استنساخ كلب سمته سنوبي وآخرا استخدمت اليابان نفس التقنية التي استخدمت قبل أعوام لاستنساخ النعجة دولي واستطعت استنساخ مجموعة منها في إيران لأغراض البحث العلمي ربما يكون للاستنساخ جانب إيجابي فإذا تخيلنا وجود آلبرت أينشتاين آخر حولنا اليوم ربما كانت لتصبح الحياة مختلفة عما هي عليه ولكن الأمر المقلق هو أننا لا نستطيع أن نجزم بأن هذا المستنسخ سيصبح مهتما بالرياضيات مثل آلبرت أينشتاين الحقيقي فالتوأم خير مثال على هذا الأمر فبالرغم من امتلاك كليهما لنفس الصفات الجينية إلا أنه من المستحيل أن يمتلك نفس الشخصية ونفس التفكير إن أعجبك هذا الفيديو من قناتنا هل تعلم فلا تنسى الإعجاب والاشتراك جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم